بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرة أخرى أرحبكم أعزائي الطلباء في مساق المحاسبة الإدارية في قسم المحاسبة والإدارة في كلية العلوم الإدارية والمالية في مساق المحاسبة الإدارية كما المرة المحاضرة السابعة اللي هي الفصل الثالث بعنوان تحليل العلاقة بين التكلفة وحجم الربح ونقطة التعادل طبعا تحدثنا في المحاضرة السابقة على مفهوم نقطة التعادل وكيفية احتسابها وكيفية تمثيلها نسبيا واحتساب حجم المبيعات اللازمة لتحقيق الربح المستحدة ثم توصلنا إلى تحديد نقطة المبيعات عندما يكون لدينا منتج واحد وتعرفنا على الربح المستهدف وكيفية احتسابه حتى وصلنا إلى نقطة التعادل في حالي تعدد المنتجات في الواقع العملي معظم المنشآت تنتج أكثر من منتج فيها أكثر من مجال وبالتالي بدنا نعرف كيف نقدر نحصل على نقطة التعادل يعني قد لا يكون منتج واحد كان يكون مجموعة من المنتجات كيف بدنا نحمل هذا الكلام معظم المنشآت قلنا لها أكثر من منتج وله تكاليفه وسعره المتغير وتكلفته المتغيرة وإلى آخر هنا بدنا نحسب كيف نقطة التعادل في حال تعدد المنتجات نحسبها أولا لازم أن نحدد نسبة مزيج المبيعات طيب وغاية تقول لي إيش نسبة مزيج المبيعات هي عبارة عن عدد الوحدات المتوقع بيعها من كل منتج مقارنة مع باقي المنتجات عدد الوحدات قدشها متوقع بيع من منتج ألف مقارنة مع باوسين ودال كيف يحسب بنقسم حجم المبيعات المنتج نفسه على حجم المبيعات الكلية كما سنلاحظ في مثالنا القادم طيب المنتج بدنا نعرف أيضا عشان نحدث قلنا نقطة التعادل أول حاجة نسبة مزيج المبيعات اللي حكناها الآن بدنا نتعرف على نقطة تانية بدنا نعرف المتوسط المرجح لهامش المساهمة للوحدة وهو عبارة عن حاصل ضرب نسبة المزيج لكل منتج بهامش المساهمة للوحدة الواحدة للمنتج تعالوا نشوف كيف هذا من خلال القوانين نقطة التعادل تحسب هاي بقول لك بالوحدات تمام بدنا نعرفها في حال التعدد للمنتجات هذه بس نستخدمها هي عبارة عن التكلفة الثابتة على المتوسط المرجح لهامش المساهمة في الوحدة الواحدة كانيش التكلفة الثابتة على هامش المساهمة لا هنا التكاليف الثابتة على متوسط الهامش على المرجح لهامش المساهمة الواحدة طيب نحن عرفنا بالوحدات كيف نحسب نقطة التعدل بالدينار في حال التعدد للمنتجات حول نفس الاشي التكاليف الثابتة على المتوسط المرجح لنسبة هامش المساهمة هذا برجعنا كنا في المحاضرة السابقة بنحسب نقطة التعادل للمنتج الواحدة هي عبارة عن التكاليف الثابتة على نسبة هامش المساهمة هنا لا هنجيب المتوسط المرجح لنسبة هامش المساهمة ونفس الشي لما بدنا يكون تعدد منتجات وكيف بدأ أصلا أحقق الربح المستهدف نفس القوانين السابقة التكاليف الثابتة زائد الربح المستهدف لكن على مين؟ على المتوسط المرجح لهامش المساهمة على المتوسط المرجح لهامش المساهمة تعالوا نشوف مثال نشرح تفاصيله واش المطلوب منه المثال بقول عنا شركة شروق بتنتج لنا ثلاث منتجات ايش تفاصيلها؟ كالتالي منتج سين، منتج ساد، منتج عين ما أعطيني سعر بيع الوحدة للمنتج سين عشرة ولا ساد اتناعش ولا المنتج عين عشرين وما أعطيني التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة هين ستة والمنتج ساد تسعة والمنتج عين ستة عش هامش المساهمة للوحدة الواحدة أربعة، تلاتة، اتنين حسب كل منتج نسبة هامش المساهمة هين أربعين في المية هين خمس وعشرين هين عشرين طب عدد الوحدات اللي أنا متوقع بيعها من سين خمسة عشر ألف من صاد ستين ألف من عين خمس وسبعين ألف نسبة المزيج هين اللي هو مبيعات المنتج بالوحدات على الحجم الكلي هل لقيها لسين عشرة في المية ولصاد أربعين في المية ولعين خمسين في المية كيف جبناها؟ اجمعوا معايا عنا خمسة عشر ألف زائد ستين ألف خمس وسبعين زائد خمس وسبعين مية وخمسين ألف هالحين بدنا نطلع نسبة سين مثلاً هقول خمسة عشر ألف على المجموع هذول كلهن المية وخمسين ألف مجموع التلاتة الوحدات حيطلع عشرة في المية ولقسمنا ستين ألف على مية وخمسين ألف حتطلع عربعين في المية طبعاً خمس وسبعين ألف على مية وخمسين ألف حتطلع خمسين في المية هذا لو ما قليش النسبة هنا معطيني إياها ومجهزها بس أنا عشان نقولكم كيف ممكن نحصل عليها إيش طالب مني كم يبلغ عدد الوحدات الواجب بيعها في السنة من المنتجات لتحقيق نقطة التعادل ثاني شي بده أحتسب نقطة التعادل بالدينار وإجمالي طبعاً بالإجمالي للكل ولكل منتج على حدة نطلع لكل منتج قديش مطلوب منه أيضاً مطلوب مني احتساب قيمة المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف يبلغ مية وثمانين ألف دينار ما أعطيني ربح مستهدف بدنا نشوف كيف بدنا نحصل عليه طبعاً الآن نحن ذكرنا السؤال بدنا نروح لمين للإجابة الإجابة تابعوا معنا في صفحة 92 93 نحن حدقلنا السؤال وقلنا المطلوب تعالوا نناقش مع بعض ملاحظاتنا والحل طلع كيف بدأ في المعلومات الموجودة عندي أنا إيش بلاحظ أول حاجة عنا ثلاث منتجات تفتحوا الجدول وتابعوا معاينته طبعاً أنا مع الكتاب صفحة 92 الجدول بقول عندي سين وصاد وعين تمام؟ أول ملاحظة إلي بلاقي إنه في الثلاث منتجات أعلى منتج في هامش مساهمة اللي هو المنتج عين غصد أعلى هامش مساهمة المنتج سين نسبة هامش من 40% في حين أن مبيعات المنتج من حجم مبيعات عين هي التي تشكل أكبر نسبة لهو 50% شايف بالرغم إنه هامش المساهمة تبعها 20% لكن بتعطيني 50% إحنا أول حاجة بدنا نعملها بدنا نجيب المزيج بدنا نحسب عشان أصل لقانون المزيج لازم أحصل على المتوسط المرجح لهامش المساهمة والمتوسط المرجح لهامش المساهمة كيف بدي أحصل عليه للوحدة؟ هو عبارة عن نسبة هامش المساهمة نسبة المزيج اللي أنا طلعتها 10% ضرب هامش المساهمة للوحدة الواحدة يعني حقول 10% للمنتجسين ضرب الأربعة هامش المساهمة الواحدة زائد 40% ضرب 3 هامش المساهمة الأصاد زائد 50% ضرب 4 عشان نطلع قديش المتوسط المرجح لهامش المساهمة للوحدة الواحدة معطينا هامش المساهمة للوحدة الواحدة أربعة دعنا نيرسين وقلنا صاد 3 وعين أربعة بدنا نجيب نسبهم حسب المزيج اللي هي عبارة عن حجم مبيعات كل واحدة على الإجمال المبيعات عنا 15 و60 و75 كما تذكرون وكانت نسبتهم 10% 40 50 10 ضرب 4 زائد 40 ضرب 3 زائد 50 ضرب 4 مجموعة هاد الكلام بطلع 3.6 دينار للوحدة الواحدة هاد ايش اسمه؟ المتوسط المرجح لهامش المساهمة طيب يا جماعة احنا قلنا قانون نقطة التعادل بالوحدات هو عبارة عن التكاليف الثابت هذا اللي بنحكي للمتعددة على متوسط هامش المساهمة للوحدة الواحدة يعني أنا عندي حسب ما هو معطينا أستاذ تكلفة الثابتة السنوية 360 ألف حاجسمها على أنه طلعته 3.6 دينار للوحدة الواحدة إذا نقطة التعادل للوحدات كلها 100 ألف وحدة لما ننتج 100 ألف وحدة من كل المنتجات بصل لنقطة التعادل اللي هي لا بربح ولا بخسر هيك أنا بفهم طيب هاد الميت ألف مجموعة 3 طيب كيف بدنا نطلع نصيب كل واحدة؟ كل واحدة حسب وزنها طبعا كما تعلموا وزنها حسب ما زنها في نسبة المزيج وزن سين 10% ووزن صاد 40% ووزن عين 50% إذن حقول 10% ضرب 100 ألف بطلع 10 ألف وحدة للمنتج سين إذن نقطة التعادل للمنتج سين عند عشاء 1000 وحدة المنتج صاد 100 ألف ضرب 40% بطلع 40 ألف وحدة هي نقطة التعادل للمنتج سين عندنا المنتج عين 100 ألف ضرب 50 بطلع 50 ألف وحدة كيف كنا نتحقق من هذا الكلام أنه الربحنا حيطلع صفر وزي ما احنا نقول حلنا صحيح ونقطة التعادل صحيحة اللي هي لا ربح ولا خسارة من خلال قائمة الدخل صح ولا لا؟ ذكرين إن شاء الله اللي تبع المحاضرة اللي فاتت تعالوا نتحقق هذا الكلام من خلال الجدول اللي هو في قائمة الدخل عن نقطة التعادل في صفحة 94 طبعا كيف نبدأ؟ بالمبيعات نيجي لمبيعات كل منتج حسب سعره إذا تطلع رجعوا للصفحة 92 حتلاقوا السعر بيع الوحدة للمنتج سين ها هذا اللازماتنا نرجع ورجيكم إياه عشرة وللمنتج صاد 12 وللمنتج عين 20 صح ولا لا؟ وطلعنا نقطة التعادل لكل وحدة اللي هي كانت 10,000 للأولى وأربعين ألف لصاد وعين 50,000 حضروا بهن في سعر البيع عشان نطلع مبيعاتي إذن 10,000 كما هو موجود معنا في الجدول في المنتج سين ضرب عشرة في المية بيطلع ميت ألف المبلغ صاد 40,000 وحدة ضرب 12 سعرها 480 المنتج عين 50,000 ضرب 20 حيطلع عنا كام مليون لو جمعناهن إذن إجمالي مبيعاتنا كلهن حيكون مية وخمسين آآ مليون وخمسمائة وتمانين ألف تمام هلحين بدنا نجيب التكلفة المتغيرة التكلفة المتغيرة لو رجعت للسؤال نرجع مع بعض ونورجيكوا إياه عشان نركز مع بعض كانت ست دناني للمنتج سين وتسع دناني للمنتج ساد و 16 دينار المنتج عين هذي حضربها هنف كل واحدة في عدد الوحدات التي هي الثابتة آآ عفوا لله عن نقطة التعادل يعني حنقول 10,000 في ستة و 40,000 في تسعة و 50,000 في 16 حيطلع مجموعة تكاليف المتغيرة كام مليون و 220,000 هامش المساهم الإجمالي تاعه عبارة عن مليون و 580,000 ناقص مليون و 220 حيطلع عنا إجمالي هامش المساهمة كام 360,000 حطرح منه التكاليف الثابتة حيصبح منا صاف الربح صفر إذا أنا هل صحيح متحققت إنه هنا نقطة التعادل لا بحقق ربحت ولا بحقق خسارة طيب الآن أنا احنا عرفنا نقطة التعادل بالوحدات الآن بدنا نعرف نقطة التعادل بإيش بالدينار نقطة التعادل بالدينار ركزوا معاي في نقطة التعادل بالدينار كيف نحتسبها؟ نفس الإشي نقسم التكاليف الثابتة السنوية لكن على مين؟ على المتوسط المرجح لنسبة هامش المساهمة في المتعددة هذه لكن في المنتج الواحد عبارة عن التكاليف الثابتة ما خدنا في المحاضرة السابقة التكاليف الثابتة مقصومة على نسبة هامش المساهمة هنا بدنا نجيب المتوسط المرجح لنسبة هامش المساهمة وكيف بدنا نجيبه؟ بعبارة عن بنقسم مجموع نسبة المزيج لكل المنتج مضروب بهاامش المساهمة لكل منتج على مجموع نسبة المزيج لكل منتج أيضا مضروبا بسعر بيع الوحدة لكل منتج وذلك على النحو التالي هاي القانون المتوسط المرجح لنسبة هامش المساهمة يساوي هاي أول واحد منتجسين نسبة مزيجسين بالوحدات ضرب هامش المساهمة للمنتجسين نسبة مزيج صاد بالوحدات ضرب هامش المساهمة للمنتج صاد نسبة مزيج منتج عين ضرب هامش المساهمة للمنتج عين كل هذا مقسوم على مين؟ نسبة مزيج سين برضو بالوحدات لكن ضرب مين سعر بيع الوحدة لسين زائد نسبة مزيج صاد لكن ضرب مين سعر بيع الوحدة صاد زائد نسبة مزيج عين ضرب سعر بيع الوحدة للمنتج عين سهل وبسيط جدا بس مبين قانون كبير لكن في الشي أسهل منه تطبيقه بس لأنه عنا كذا منتج كنا نطبقه على منتج واحد عنا نسبة مزيج المنتج سين معروفة 10% وهامش المساهمة تعتها كام؟ أربعة موجودة موجودة في السؤال عشرة ضرب أربعة زائد نسبة هامش المشاهمة صاد أربعين صح؟ ضرب ثلاثة للوحدة الواحدة زائد خمسين في المية ضرب أربعة للوحدة الواحدة كل هذا مقسوم على مين؟ على برضو نسبة المزيج هذه اللي هي العشرة والأربعين في المية والخمسين لكن ضرب مين؟ سعر بيع الوحدة يعني حقول عشرة في المية ضرب سعر بيع المنتج سين كان عشرة زائد أربعين في المية ضرب اتناعش سعر بيعها وزائد خمسين في المية ضرب عشرين لما نقسم هذا البسط على هذا المقام حيطلع عنا المتوسط المراجح لكل المنتجات عندي اتنين وعشرين بوينت 78 في المية طيب؟ نقطة التعادل بالدينار أصبحت سهلة مجموعة تكاليفة ثابتة على متوسط نسبة مزيج اللي احنا طلعها مش المساهمة وهو عبارة عن 22.78 لو قسمناها عبارة حلاقي إن نقطة التعادل قيمتها بالدينار كانت مليون وخمسمية وتمانين ألف مليون وخمسمية وتمانين ألف طلعناها تلاتمية وستين ألف على اتنين وعشرين قلنا بوينت 78 ويساوي مليون وخمسمية وتمانين ألف دينار طيب عدولة لكل المنتجات لسين وصادعين طبعا نحن بده طلع سين لحال بده طلع صاد لحال وبده طلع عين لحال كيف بده طلعهم يتم عن طريق استخراج نسبة مزيج المبيعات بالدينار لكل منتج ثم ضرب النسبة لكل منتج بقيمة نقطة التعادل وذلك من خلال هاي القانون بسيط جدا نسبة مزيج المبيعات بالدينار نسبة مزيج سين بالوحدات نحن بدنا نجيب كل واحد لحال نحن سين لحال وصاد لحال وعين لحال على القوانين نفس الاشي نسبة مزيج سين بالوحدات ضرب سعر بيع الوحدة للمنتج سين على الثلاثة على نسبة مزيج بالوحدات ضرب سعر بيع سين نسبة مزيج صاد بالوحدات ضرب سعر بيع الوحدات للمنتج سين زائد نسبة مزيج بالوحدات ضرب سعر بيع الوحدة الحين نجيب منتج ومنتج كيف بدنا نحل على الثلاثة؟ طلع نطبق هذه المعادلة على الثلاث قوانين لو طبقناها على سين نسبة مزيجها قداش؟ عشرة في المية ضرب سعر بيها عشرة على عشرة في المية ضرب عشرة زاد أربعين في المية ضرب اطناعش زاد خمسين في المية ضرب عشرين هتطلع ستة بوينت ثلاثة طبعا هذا الرقم الممحي هو عبارة من اطناعش هاي طلعنا المزيج سين ستة بوينت ثلاثة في المية من المزيج الكلي أو من قيمة المبيعات نقطة التعذب بالمبيعات للكول صاد نفس الاشي هنحينا بنا ننتقل لصاد هنقول الاربعين في المية ضرب لاثناش سعر بيها على عشرة في المية ضرب عشرة زاد أربعين في المية ضرب اطناعش زاد خمسين في المية ضرب عشرين هتطلع نسبة مزيج صاد لحالة تلاتين بوينت ثلاثة تمانية في المية نيجي لأمين لعين اللي خمسين في المية هتطلع فوق ضرب عشرين على المقام الموحد هذا اللي هو عشرة في المية ضرب عشرة زاد أربعين في المية ضرب اطناعش زاد خمسين في المية ضرب عشرين هيطلع تلاتة وستين بوينت تسعة وعشرين اه اذن كل نسبة هده هرح اضربها بالمليون وخمسمية وتمانين الف اللي نطلعتين قيمة المدينة عشان هطلع نصيب سين وصادعين كل واحد حسب نسبك مليون وخمسمية وتمانين ضرب ستة بوينت تلاتة بيطلع مية الف مليون وخمسمية وتمانين ضرب تلاتين بوينت تمانية وتلاتين هتطلع عندي أربعمية وتمانين دينار مليون وخمسمية وتمانين ضرب تلاتة وستين بوينت تسعة وعشرين حيطلع عنا مليون وبهيك احتسبنا كل منتج زي ما احنا بدنا اياه هي حق حلينا المطلوبين المطلوب الثالث حدد لربح مستهدف بدنا نشوف كيف نصل اله من خلال هذا القانون قيمة المبيعات اللازمة لتحقيق الربح المستهدف هي عبارة عن التكلفة الثابية تزايد الربح المستهدف على مين؟ على المتوسط المرجح لنسبة هامش المساهمة معطينا مفترض ان شركة الشوق تسعى لتحقيق الربح قديش مليون مية وتمانين الف دينار قيمة المبيعات قديش بدها تطلع اللي هي طلعت طبعا متين وسبعة وثاتين الف بنجيبها كيف نطبق القانون تكلفة ثابت ثلاثمية وستين الف زايد الربح المستهدف الماطينية مية وتمانين الف على المتوسط المرجح لنسبة هامش المساهمة اللي احنا طلعنا للكل اللي كان قيمة اتنين وعشرين بوينت تمانية وسبعين في المية هتطلع اكام اه متين وسبعة او اتنين مليون عفوا وتلاتمية وسبعين الف اذا لازم ابيع مبيعات بقيمة اتنين مليون وتلاتمية وسبعين الف عشان احقق الربح المستهدف تبعي اللي هو مية وتمانين الف بطريقة اخرى ممكن استخرج قيمة المبيعات اللازمة من كل منتج بنفس الاسلوب المستخدم في حالة نقطة التعادل كيف بضرب المبيعات الكلية ضرب نسبة المزيج بالدنار لكل منتج حتظهر على النحو التالي كيف? اتنين مليون وتلاتمية وسبعين الف مزبوط المنتج سين قداش نسبته ستة بوينت ثلات هيطلع مية وخمسين الف دنار ه theCUBE هي میں이اش بالدنار المنتج ساد نين مليون وتلاتمية وسبعين ضرب نسبته تلاتين بيطلع سبعمية وعشرين المنتج عين نين مليون وتلاتمية وسبعين الف ضرب تلاتة وستين بوينت تسعة و عشين هيطلع مليون ونص هنعرفنا قيمة المبيعات بالدنار طيب بدي أرجع لهو غزيلي برجعنا للنقاط عشان نشوف حالنا صح ولا لا المية وخمسين ألف تقسيم العشر وحدة عشر سعرها هيطلع خمس عشر ألف وحدة نقطة التعادل الصاد هتطلع سبعمية وعشين تقسيم اثنين تقسيم اللي هو اتناعش هتطلع ستين ألف وحدة مية وخمسين ألف تقسيم عشرين هتطلع خمس وسبعين ألف وحدة وبهيك بنكون خلصنا هذا السؤال ظل عندنا فقرة بسيطة تدعى بمحاذير وافتراضات نقطة التعادل محاذير وافتراضات طبعا رغم أهمية نقطة التعادل العديد من القرارات الإدارية إلا أن هناك مجموعة من المحاذير والافتراضات المتعلقة أول حاجة بتفترض نقطة التعادل ثبات سعر بيع الوحدة الواحدة ولكن هذا غير دقيق في الواقع العملي أو من الناحية الاقتصادية لأنه تتغير سعر بيع الوحدة أيضا من ضمن المحاذير تفترض نقطة التعادل ثبات التكلفة المتغيرة للوحدة عند مستوى الانتاج المختلفة وهذا لا يكون صحيحا في العديد من الصناعات ثالث شيء تصنف نقطة التعادل أو تصنف نقطة التعادل التكاليف إلى ثابتة ومتغيرة فقط على الرغم من وجود فيه أن تكاليف مختلطة وشبه ثابتة وشبه متغيرة أيضا تفترض نقطة التعادل ثبات التكاليف الثابتة على الرغم من وجود مدى معين لذلك تفترض نقطة التعادل ثبات نسبة المزيج في حالة تعدد المنتجات وهذا غير دقيق في بعض الحالات ثبات عدد وحدات مخزون أول المدة وآخر المدة على الرغم من إمكانية حدوث تغير في مستويات المخزون خلال عام كل هذه محاذير لازم نخذها بعين الاعتبار وأنا حابب أقول لكم أن هذه المحاذير مهمة قد تأتي في صحح خطأ أو اختياري طبعا هيك إحنا خلصنا نقطة التعادل وكيفية احتسابها كما تذكرون على كان الشركة تنتج منتج واحد أو شركة تنتج متعددة المنتجات وهذه هي الأكثر رواجا محاضرتنا القادمة إن شاء الله راح تكون على نقطة التعادل لكن مع تحليل بعض المخاطر كيف بدنا نحصل على هامش الأمان ونسبة هامش الأمان أيضا هنأخذ هيكل التكاليف والرافعة التشغيلية كيفية نصل واحتساب الرافعة التشغيلية وحنشرحها بإطار عملي بسيط إن شاء الله وحنصل لنقطة ايش تماثل التكاليف إن شاء الله في المحاضرة القادمة ونشوف دور نقطة التعادل في تقييم المشاريع الاستثمارية كما تعالون محاسبة الإدارية موجودة عشان يتوفر لنا المعلومات الدقيقة حتى نستشرف المستقبل ونحقق المطلوب منه لدينا سؤال تفاعلي يتم تسليمه إن شاء الله في المرحلة القادمة أو في الواجب القادم ألا وهو السؤال بقول ما هي الافتراضات التي تقوم عليها مقطة التعادل ما هي الافتراضات التي تقوم عليها نقطة التعادل وتاني شيء ما هي العناصر اللازمة لإيجاد هامش المساهمة للوحدة سؤالين بسيطات كمان مرة ما هي الافتراضات التي تقوم عليها نقطة التعادل اثنين ما هي العناصر اللازمة لإيجاد هامش المساهمة للوحدة الواحدة الواحدة وبركاته ترجمة نانسي قنقر